أما على مستوى السلع فقد سيطر اللون الأغدر على أسعار التاقة والمعادن النفيذة والصنخفاض العملات الرقمية وارتفعت أسعار النفط بنسبة بلغت 0.45% ليسجل سعر العقودة الفورية لخام برينت 74.53$ للبرميلة الواحد وسعدت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الاثنين وسط مخاوف بشأن عدم الاستقرار السياسي في روسيا والتأثير المحتمل على إمدادات الخام من أحد أكبر المنتجين في العالم إلى ذلك تتوقع منظمة أوبكا ارتفاع الطلب العالمي على النفط إلى 110 ملايين برميل يوميا خلال 20 عاما مشيرة إلى أن النفط سيظل يشكل حوالي نسبة 29% من مزيج الطاقة بحلول عام 2045 مع لمستوى المعادن النفيسة فقد ارتفعت أسعار الذهب عالميا خلال تعاملات اليوم ليصعد سعر المعدن الأصفر بنسبة 0.52% عند 1939$ للأوقية وارتفعت أسعار الذهب في تدولات اليوم الاثنين مع تزايد الإقبال على المعدن النفيس كملت ذآمن وسط تزايد عدم اليقين الجو سياسي بعد محاولة التمرد من مجموعة مرتزقة في روسيا وعلى سعيد العملات الرقمية فقد سجلت خسائر جماعية اليوم وهبطت عملة البيتكوين بنسبة بلغة 1.44% لتغلق عند مستوى 30274 دولارا وترجعت البيتكوين خلال تعاملات الاثنين لكنها تتجه نحو تسجيل لمكاسب شهرية قوية تزيد على 12% خلال يونيو اشتركوا في القناة